مشاركة رئيس الجمهورية وإشرافه على انطلاق أشغال الندوة الوطنية الخاصة بمخطط لنعاش الاقتصادي رفقة كافة الأطراف والمنظمات النقابية وأرباب العمل والخبراء داخل الوطن وحرص الحكومة على استشارة حتى الموجودين خارجه صنعت الاستثناء فعلا وأبانت عن إرادة في التغيير حسب لاستا التي رصدناها من طرف المشاركين غير أن السؤال الأهم هل ستصنع هذه الندوة الاستثناء فعلا بالتزام الفاعلين فيها بسير على نهج التوصيات التي خرجت بها إذا الإدارة فتحت الأبواب والوزارات كان بناتنا حوار وخاصة مع الكونفيدراليات ومع الرؤساء الكونفيدراليات أنا نظن بأن نعملوا شيء كثير ضمنات كينة والله يبرك الصوارد البرح الرئيس قال لك كين صوارد أخدموا برك نعم قابلة للتجسيد والتنفيذ اليوم بطريقة فعلية وبإرادة الكينة نحن لازم تمشي للتجسيد والتفعيل ليس لنا خيار مرة أخرى اليوم الاقتصاد لازم يتغير منظومة الاقتصادية لازم يتغير منظومة بركية لازم يتغير قد تكون التوصيات والتوجيهات التي أصدها رئيس الجمهورية عبد المجد تابون أمس وبعدها التي خرجت بها الندوة اليوم بعث أمل لكن هل يمكن تجسدها فعلا ضمن آليات وخطة عامل واقعية بظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها الجزائر اليوم طبع في التوصيات نقدر نجسدها هي خاصة بما يتعلق بالمنظومة البنكية الآن أموال كينة في الواحد نقدر نجسدها استثمار 12 مليار دولار نقدر نجسدها لكن بالنسبة لما نقول المعطيات عن العقار الفلاحي والعقار الصينيعة والعقار فهذا ستطلب وقت لأنه فيها مشاكل كبيرة في العقار هذه حقيقة لا نكرره النقطة الثانية كذلك بالنسبة لولات طبعا لولاتنا نحن نقوم بسعة المسؤولية لولات لأن الولات ما زال عندهم الفكر الإداري صعب جدا لابد أن نتقم الفكر الإداري للفكر التسييري المناجمنت 13 مليار دولار رقم متوسط لكي تبعثي اقتصاد حكم صحيح أن ندوة الثامن عشر والتاسع عشر من أوت الجاري كانت ندوة نوعية أبانت فيها كل الأطراف عن استعدادها الكامل لإنقاذ الاقتصاد الوطني حتى لو كان فيها بعض الشيء من اللاوقعية حسب رأي الخبراء غير أن صدق وإخلاص كل مسؤول قطع فيها وعدا أو رسم فيها شعاع أمل وسط الشارع الجزائري لا يمكن تقصيه سوى عبر إطلاق خطط عمل واليات واضحة ورزنامة محددة تنبئ فعلا أن ندوة اليوم كانت محطة انطلاقات فعلية لا عرفا سياسيا وبرتوكوليا مل منه المواطن الجزائري ترجمة نانسي قنقر